بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين من جملة الفواكه النافعة للصائم في أيام شهري رمضان المبارك هو أكل البطيخ المخصود من البطيخ البطيخ الأصفر أو الشمام على كل حال حينما نأتي إلى ذكر البطيخ في روايات أهل البيت قد ذكرت الروايات هناك للبطيخ عشر خصال فذكر الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عشر خصال للبطيخ فقال هو شحمة الأرض لا داء فيه ولا غائله وهو طعام وشراب وهذا يحتاجه الصائم حتى يستعين على الصيام في شهر رمضان المبارك وهو فاكهة وريحان وهو أشنان الأشنان المخصود هو أنه غسيل للبدن غسيل للمعدة غسيل للمثانة غسيل للكلا وهو أدام يزيد في الماء ويغسل المثانة ويدر البول فهذه خواص البطيخ في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ينبغي للصائم أكثر يستفيد من البطيخ في أيام شهر المبارك العظيم لكن ما ينبغي الالتفات إلى أمور الأمر الأول إياك وأن تأكل البطيخ على الريق يعني أول ما تبدأ تبدأ طعامك بأكل البطيخ فهذا يسبب الفالج يعني الشلل قد ورد ذكرى الشلل في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من جملة الأمور التي تسبب الشلل أن الإنسان يبدأ الإفطار بأكل البطيخ وهو على الريق الأمر الثاني أكله مع الطعام أكل البطيخ مع الطعام يسبب فساد الطعام في المعدة ينبغي للصائم أن يترك أكل البطيخ مع الطعام وهذا فساد للمعدة فعليكم بكثرة أكل البطيخ في أيام الشهر المبارك وهذا يزيد الصائم قوة وقدرة ومناعة وإعانة على الصيام ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم للصيام في هذا الشهر المبارك العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة